طبط أوقاتكم نحن معكم في لقاء جديد من برنامج لغة الحوار وهذه المرة من جنوب كردستان مدينة السليمانية ضيفي لهذا اليوم الدكتور عبد المصور البارزاني أستاذ مساعد في جامعة السليمانية كلية العلوم الإنسانية في هذه الحلقة سنتناول آخر الأوضاع والتطورات في شمال كردستان غربي كردستان وجنوب كردستان والأوضاع الكردستانية العامة ما الذي يمكن أن يستفيد منه الجانب الكردي في روج آفاي كردستان من التجارب التي مرت بها الحركة الكردية في شمال وجنوب وشرق كردستان ما الذي يمكن أن يقوله الدكتور عبد المصور البارزاني من خلال تجربته الأكاديمية والسياسية للشعب الكردي في روج آفاي كردستان كيف يمكن لحكومة تقليم كردستان للأحزاب الكردية في جنوب وشمال كردستان أن تقدم يد العوني والمساعدة للشعب الكردي الثائر في روج آفاي والتواقي إلى الحرية هذه المواضيع وغيرها ستكون محور النقاشات في هذا اليوم في الاستوديو دكتور عبد المصور البارزاني مرحبا وشكرا جزيلا لحضورك الاستوديو وتربية الدعوة شكرا جزيلا على إيطاحة هذه الفرصة وعسى أن نكون قادرين إلى توضيح بعض النقاط حول الوضع الراهن الذي فيه من التعقيدات الكثير ونأمل أن تكون القوى الكردية السياسية وأخص بالذكر في كردستان الغربية قادر على تخطي هذه العقبات بنجاح نعم أعتقد كل مشاهد حينما يسمع باسم الدكتور عبد المصور البارزاني سيتسأل هل ينتمي إلى العائلة البرزانية أم إلى العشيرة البرزانية قبل ذلك أود أن تقدم تعريفا موجزا بتاريخك الأكاديمي هل لك أن تفعل ذلك؟ بالنسبة لي أنا أكملت كلية الشرطة في بغداد وأكملت كلية القانون في بغداد أيضا بعد سنتين لأنه في البداية كان من الممكن أن تدرس الفرعين معا وكنا أول دورة بهذا الخصوص بدأت الدراسة في ستة وستين أكملتها في تسعة وستين في كلية الشرطة واثنين وسبعين في كلية القانون في البداية جامعة بغداد والسنتين الأخيرتين في جامعة المستنصرية هذه كانت بداية لقد سعيت قدر الإمكان أن أكمل دراستي لأحصل على شهادة الدكتورة لكن بناء على إلحاح والدي في سنة الف وتسعمية وأربعة وسبعين التحقتوا بالحركة الكردية وبعد انتهاء الحركة لجأنا إلى النمسا وهناك استطعنا أن نحقق حلما في مواصلة الدراسة ونحصل على شهادة الدكتورة في الاقتصاد السياسي ولكن لما كانت طروحتي حول الأكراد ويتقع في ثمانمائة صفحة باللغة الألمانية حول تأريخ الأكراد من البداية ولكن نقطة التركيز فيها بالدرجة الأولى والاهتمام الأول يدور حول الحركة الكردية في عام واحد وستين لغاية خمسة وسبعين نعم أكملت الدراسة والآن تدرس في كلية العلوم الإنسانية قسم قسم التاريخ قسم التاريخ قسم التاريخ المعاصر التاريخ المعاصر هو أكثر ما يهم الكرد والتاريخ القديم والمعاصر أيضا لما فيه فائدة كبيرة خاصة على سعيد استخلاص النتائج ما الذي يمكن أن تقوله الآن في ظلم يجري في شمال كردستان وما تحقق في الانتخابات الأخيرة في غرب كردستان وفي جنب كردستان في البداية لنتحدث عن شمال الوطن الكردي بالنسبة إلى ما توصل إليه إخواننا في كردستان الشمالية مفخر بالنسبة لنا جميعا وهي قاعدة حسب اعتقادي هي قاعدة ثابتة لإمكانية إيجاد الطرق تفاهم مع الدول الغربية الديمقراطية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لأن هذه المنجزات التي حصلت في كردستان الشمالية لم يتوصل إليها الأكراد عبر فوهة البندقية إنما عبر الأصوات أنا لا أوصي بنزع السلاح لقد أوصيت في 75 المسؤولين هنا في كردستان العراق بأن لا يلقوا السلاح وأن يواصلوا الكفاة لكنهم اختاروا طريقا آخر وهذا شأنهم وليس شأني ولقد أوصيت الأخوة مرارا وتكرارا في كردستان الشمالية وفي كردستان الغربية إما أن لا تحمل السلاح أصلا ولكن إذا حملته أن تقطع هذا الطريق حتى النهاية إذن تتعلم من المؤيدين أن يكون هناك نضال الأسكري ونضال السلم الديمقراطي هو الأسلم هو الأسلم هذه قناعتي لكن بالنسبة لي هذه الإنجازات التي حصلت عبر الانتخابات لا يمكن التقليل من شأنها ومن أهميتها لأنها وسيلة لفتح الحوار مع الدول الغربية لكي تعترف بأن لهذا الشعب ممثلون وأنهم لم يأتوا عبر فوهة البندقية إنما بدعم من أصوات بني جلدتهم وأن هذه الحالة إذا استمرت قد تزداد النجاحات والمكاسب وهذا ما نأمله يعني الآن هناك يعني بعض البوادر التي يعني ربما يدفع المرء إلى التفاعل البعض كان يقول هناك خطورة على حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الآن عادة وفازة بالانتخابات وكان كان بأصوات أقل هل تعتقد أن هذا الحزب ربما يكون جادا ويتخذ خطوة استراتيجية في سبيل حل القضية الكردية كخطوة جريئة يعني يكتب له في التاريخ التركي المعاصر والشرق أوسطي عموما بالنسبة إلى تاريخ التركي للأسف لا توجد هناك مشجعات في الواقع ولكن حزب العدالة والتنمية على الأقل أتاح مجال مشاركة الأكراد في الانتخابات وهذه خطوة إلى الأمام لكن أكرر حل المسألة الكردية في كردستان الشمالية لا يمكن عبر وضع قناة فضائية باللغة الكردية المسألة الكردية أعمق والمسألة الكردية أكبر وأنا أرجو أرجو مخلصا من الإخوة الأتراك أن يقارنوا بين مطالب إخواننا في كردستان الشمالية وبين مطالب الأتراك في قبرص هناك بون شاسع بين هذين المطلبين بالنسبة للإخوة الأتراك في قبرص وعددهم ربما يزيد أو يقل عن مئة ألف شخص وقد يزيد لنقل مئة وخمسين ألف يطالبون بالكونفدرالية وقد قسموا الجزيرة إلى قسمين واحتلوا ثلثها بالنسبة إلى عشرين مليون كردي يطالب التعلم بلغتي يطالب بجامعات كردية يطالب بإدارة ذاتية إذا قارننا بين هذين المطلبين هناك بون شاسع إذن هناك حديث شريف ما دمنا كلنا مسلمين حب لأخيك ما تحب لنفسك وكره له ما تكره لها إذا كانوا يعتقدون أن من حقهم أن يطالبون بالكونفدرالية في قبرص فأنا لا أستطيع أن أتفهم لماذا يحرمون الشعب الكردي في كردستان الشمالية وعددهم لا يقل عن عشرين مليون عن أبسط المطالب القومية نعم الذين صوتوا لحزب العدالة حزب السلام والديمقراطية ولحزب ديمقراطية الشعوب أكثر من سلاسة ملايين يعني أكثر من عدد كبير من دول العربية ودول المنطقة حتى المصوتين الذين يبلغون منه العمر أكثر من ثمانية عشر عاما نعم يعني النقطة الأخرى قلت أن والدك وبالحاح من والدك شاركت في الحركة السياسية الكردية إذا أردت أن تنقل خبرتك وتجربتك الأكاديمية والسياسية للمشاهد الكردي عموما للمشاهد الكردي الشاب الذي ربما يفتقر إلى العمق المعرفي الثقافي التاريخي ما هي أبرز الدروس والاستخلاصات التي أخذتها من ثورة أيلول وصولا إلى ما جرى سنة 75 في الحقيقة كان التحاقي في آذار 74 وبعد فترة حينما وصلت إلى هنالك تم تكليفي بالإشراف على معسكرات اللاجئين السبب أنه كانت سنة 74 كان هناك لاجئين كرد فيش لا بدأت بدأوا بالذهاب إلى داخل حدود الإيرانية بحكم تزايد القصف الجوي على الوديان الكثيفة السكان في سنة 74 و75 إذن اقترحوا فتح هذه المعسكرات وتم تكليفي في إدارة شؤونهم سعيت جهدي وأعتقد أنني كنت موفقا في هذا الشأن لتوفير مستلزماتهم للحفاظ على أمنهم وسلامتهم لتمشية الأمور مع الإدارة الإيرانية ومعهم لم تتواجد أي إشكالات كان هناك تجاوب ممتاز على الأقل لحين اتفاقية آذار تجاوب ممتاز أنا لا أستطيع أن أشكو من السلطات الإيرانية عن أي تكليف أو دعم في قدموه بشكل ناقص وأثناء وجودي هناك لكن للأزف لاحظت أن التقارب مع العراق هل كنت بصفة قيادي في حزب الديمقراطي الكرد لا أم مستقل أنا إنسان مستقل لا أنتم إلى أي حزب أنا ذات أنت مستقل حتى اليوم لا أنتم من هذا المنطلق كانت مواقفه مهتمة بالمصلحة الكردية وليست بالمصالح الحزبية المصالح الحزبية يهتم بها الحزبيون أنا لست حزبي أنتم إلى العائلة البرزانية أم إلى عشرة برزان؟ العائلة البرزانية هي عائلة بعدد من الشيوخ كان لهم دور في التاريخ الكردي وبرز هذا الدور بالدرجة أولى في عهد الشيخ محمد حينما دعم حركة الشيخ عبيد الله النهري في العهد العثماني ثم جاء الشيخ عبد السلام الشهيد وبعده جاء الشيخ أحمد البارزاني الذي كان له دور بارز في دعم حركات التحرر في كل أجزاء كردستان وهذه مفخرة بالنسبة لنا أن أكون أحد أقربائهم أن أكون حفيد الشيخ أنا حفيد الشيخ عبد السلام الشهيد نعم بارزان هي قرية وهي منطقة وهي فكرة أليس هذه النقاط الثلاثة هي قرية ومنطقة وفكرة وهي كانت تقدم العون للأجزاء الأخرى وحتى شاركت عمليا أليس حاليا يعني بهذه التجربة الآن أن نشاهدها عمليا في رجفة عبر سبل تقديم الدعم للشعب الكردي سواء المعنوي أو المادي أو السياسي والله بالنسبة لي شخصيا أنا لا أدري إذا كانت هناك مواقف مختلفة أنا أشجع دائما العودة إلى التراث كيف أن يتفاهم الأكراد ويدعم بعضهم بعضا هذه وجهة نظري وهي ليست من بنات أفكاري حينما أقول أن يدعم الأكراد بعضهم أساسها العودة إلى تاريخ بارزان هي النموذج ولقد أثبتت أنها كانت الأصحة وأن يقوم ببناء الجسور لحفر الخنادق هذه أمور تتعلق بأولئك الذين يحكمون هذه المنطقة لا تنسى أن كردستان الجنوبية مقسمة إلى جزئين مع كل الاحترام للأحزاب كيف قسم في سليمانية وقسم في أربيل ودهوك حسب اعتقادي أن الأحزاب الموجودة هنا أكثريتها تدعم في سليمانية في سليمانية تدعم كردستان الغربية ولكن المجموعة الموجودة في أربيل ودهوك يبدو أن لهم موقفا آخر دكتور عبنصور أنت عبر خبرتك الطويلة والمديدة في الحركة السياسية وأيضا الجانب الأكاديمي يعني ما الذي يمكن أن نفهمه من مواقف الحزب الديمقراطي هل يمكن مثلا لحزب الاتحاد الديمقراطي أو لحزاب الكردية أن تبادر أو أن تقوم بشيء ما كي يعني يجدوا مخرجا منفرجا لهذا الوضع وهذه الوضعية التي يعني يتعاطون فيها مع غربي كردستان أو رجفاي كردستان بالنسبة لي أنا سأكون من أسعد الناس إذا وجدت حلول لهذه المشاكل المعقدة ولا تنسى أنني قلت لك أنني أنطلق من منطلق قومي وليس من منطلق حزبي لو سمحت لي لنعود باختصار إلى تجربة المعسكرات أبلغت الجماعة بأن الطرفين سيتفقان وكررت هذا بالأخص الدريس وما سعود على وجه التحديد ومرة واحدة المكتب السياسي تقصد قيادات حزب الديمقراطية الكردستانية عن المخاطر المحتملة من اتفاق إيراني سيتفقون إذن اتخذوا بعض التحوطات في أي عام؟ في سنة 74 في سنة 74 و75 أيضا هل كان معلومات حدث أم قراءة؟ لا قراءة للأحداث ومتابعة الأخبار والأخبار التلفزيونية وقراءة الجرائد هل كنت تلتقي بالسيدين مسعود برزاني وإدريس البرزاني؟ أم أوصلت لهم الرسال؟ لا كانت علاقتي مباشرة مع الاثنين حقيقة بالنسبة للمكتب السياسي كتبت رسالة واحدة حتى أنني لا أعلم أنها وصلت أم لم تصل أم قرئت أم لم تقرأ ولكن بحكم العلاقة مع إدريس ومسعود كانت اتصالاتي مباشرة بالدرجة الأولى معهم لقد كررت هذه الإشارة إلى درجة أثارت امتعاضهم في الأخير طلبوا مني أن أكف عنها أنا لم أفعل ذلك في سبيل أي شخص ولكنني كنت مسؤولا عن اللاجئين هل كنت تلتقي أيضا بالقادة الرحيم مصطفى البرزاني؟ والله التقيتم في مرتين معه ولكن بالدرجة الأولى كانت أمور معادي وإذن رسالة التحذير اللقاءات التي أجريتها لم تسفر عن أي نتيجة وعاء بالأسف وحدث ووقع المحذور ووقع المحذور وبعد ذلك حينما وقع المحذور صدر قرار بمواصلة القتال ولكن بعد يومين أو ثلاث صدر قرار آخر بعدم مواصلة القتال وهنا ذهبت مرة أخرى لمقابلة إدريس ومسعود واترجوتهما أن يعيدوا النظر في هذا القرار وأكدت أن هذا القرار خاطئ لكنهما صر بأن هذا مواصلة القتال كنت من الذين يقولون يجب استمرار القتال في مواجهة النظام رغم أن إيران أعلنت أنها ستغلق الحدود وتمنع المساعدة نعم وبالصدفة أثناء هذه المناقشة دخل أحد القادة العسكريين البارزانيين المسؤول عن منطقة بشدر القريبة من السليمانية وسئل عن موقفي فأيدني قال عبد المصور على حق يجب أن نفعل ما يقوله عبد المصور إذن كان هناك تأييد للأسف على نطاق ضيق ما هي المصورات التي قدمتها قيادة ديمقراطية أنذاك حول عدم استمرار أو عدم جدوى المقاومة في مواجهة النظام؟ أنا لم أشارك في اجتماعات المكتب السياسي البيانات التي صدرت أو الحديث التي كانت تنقل؟ عنهم قالوا لا يمكنهم وصلت القتال نعم هذه كانت وجد نظرهم ولكن الشيء الغريب مجرد أسابيع بعد الحادث وبعد انتهاء كل شيء طلب مسعود في نغذ مني أن نتحدث ولما تحدثت إليه قال بعد الانتفاق بعد ان انتهى كل شيء قال كان يجب أن نفعل حسب ما أوصيت أنت به كان يجب أن نواصل هنا قلت لا تستطيع أن تواصل هذه الحركة انتهت وما انتهى لا يمكن أن يعود ولكن ما رأيك أن نبدأ من جديد هناك حوالي 80 إلى 90 ضابط موجود في الحركة حاليا داخل الحدود الإيرانية لماذا لا ننظم هؤلاء في العام 75 بعد انتهاء الحركة الأسابيع نعم نعود إلى كردستان ونقاتل وفي الحقيقة قال سندعمك إذا فعلت وجمعت الضباط في مهابات وأقسم على القرآن أن يعوده لكن فشلت أيضا وأثناء هل أقول من المسؤول عن الفشل؟ لم أكن أنا المسؤول على أي حال أنا ذات كانت الاقتراح جاء مني ولكن لم يكن هناك دعم بكل صحيح هذه شهادة تاريخية دكتور عبد المصور البرزاني لم يأخذوا بتحذيراتك لم يأخذوا بنصائحك انهارت الثورة لم تستمر المقاومة كما طلبته كما كان يؤيد البعض الآن ما الذي يمكن أن تقوله للحركة الكردية في جنوب كردستان وهي مقبل على انتخابات برلمانية وتشكيل الحكومة بعد عدة أشهر حول الوضع الداخلي والعلاقة الكردستانية ما الذي يمكن أن تقوله بعد هذه الصنوات الطويلة لو سمحت قبل ذهاب إلى النمسا طلب إدريس مني التعاون المجدد فذكرته بمواقفهم الخاطئة المتعددة وكلما ذكرته بموقف أقسم أغلظ الأيمان بأن هذه المواقف لن تتكرم نعم ثم قال بأن مسعود سيأتي إلى منزلنا نيابة عن والدي وعن نفسي وعن ذاتي أين كنتم أنا ذاك في كراج في أحد أحياء طهران قريبا من طهران قريبا من طهران بلدة بلدة فجاء الأخ مسعود وبدأ بالكلام ذكرته بهذه الأشياء ثم قلت لو أثناء وجودي في مازندران حيث نقلوني إلى هنا القريب من البحر قزوين سمعت بأن جلال طلباني يسعى إلى إعادة الحركة العسكرية إلى كردستان العراقية فإذا أردتم أن أتعاون لدي شروط هذه المرة وليس كالسابق والشرط الأساسي كان قلت كانت هناك صراعات بين الجناحين داخل الحزب أنا أريد أن لا تتكرر هذه الصراعات وأقول لك بكل صراحة لو تجددت لن أتعاون مع أي طرف وحين وصلت إلى النمسا جاءني الأخ نشيروان في المعسكر معسكر اللاجئين مبعوثا من قبل مام جلال وطلب مني أن أشرح الموقف قلت أن اتفقت مع الجماعة لهذا الأساس أرجوكم داء الماضي يرتاح لا تجدد هذه الخلافات الداخلية وإذا تجددت أنا لم أشارك في أي شيء حذرت الطرفين نعم ولكن للأسف القتال تجدد وللأسف من الطرفين كان هناك آلاف الضحايا أنا أأسف على ضحايا الطرفين كأكوردي أنا لأنتم إلا